بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد معكم الباحث خالد من سعود الحليبي رح نتكلم عن نشاط الخلايا بشكل عام طبعا هناك تشابه كبير او يصل الى حد التماثل بين الخلايا من ناحية نشاطها ومثالا لذلك في الخلية الكلية او خلية الكبد الانسان او خلية الاميبة تتماثلان من ناحية نشاطهما الى حد كبير ورح نتطرق الى نقاط بسيطة جدا عشان نفهم الموضوع ايضا يتشاركون في قدراتهم على انتاج الطاقة من المواد العذوية وهذه الخلايا خلايا حقيقية وايضا قيامهم بالانقسام الخلاوي ايضا وظيفتهم بالنسبة لتصنيع الجزئيات المعقدة كما ان هذه الخلايا تعتبر وسائل تبادل المواد من والى الوسط او البيئة المحيطة بهم مباشرة كما ذكرنا من قبل فعندما يخص بالحيوان المنوي البويضة يتكون الزيوجيت وهو خلية واحدة وهي خلية جنينية على مستوى البويضة وهي خلية واحدة طبعا خاصة بالفرد والانسان ويبدأ بهذه الخلية الواحدة التي تنقسم الى خليتين ثم اربع خلايا ثم ثمانية خلايا وهكذا حتى يتكون الجسم الكامل وتستمر مراحل النمو وتطور الجنين الى اخر خلية في الجسم ولو استمر انقسام الخلايا وزيادة عددها دون تمييز لها تتكونت كورة كبيرة جدا تحتوي على الاف الملايين من الخلايا المتشابهة الجنينية على مستوى البويضة القير المتخصصة وقير المتميزة هذه فائلة على التمييز تمييز الخلايا او تأحور الخلايا لكن يحدث اثناء النمو عملية اخرى تسمى التطور من الخلايا المتشابهة الجنينية على مستوى البويضة القير المتخصصة لكن يحدث اثناء النمو عملية اخرى تسمى التطور مثل ما تكلمنا حيث تصبح كل خلية متخصصة في اداء وظيفة معينة ومحددة فمثلا الخلايا العضلية تتخصص في الحركة وايضا الخلايا العصابية متخصصة في توليد الاشارات الكهربائية والخلايا الطلائعية او الطلائعية متخصصة في الحماية والافراز الى اخرى من انواع الخلايا اللي تكلمنا عنهم في الدروس السابقة الى هنا انتهت دارس اتمنى انكم فهمتهم هذا الدرس كان معكم الباحث خالد بن سعود الاحليبي ان شاء الله نشوفكم في درس قادم ان شاء الله راح نتكلم في الدرس القادم عن التمييز الخلاوي تشكل اعمق